موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنذهب إلى الحلمية مرة ثانية لأنها في أيام الطفولة لا يوجد مسؤوليات إلى آخر ومن أجمل أشياء التي نعيش خلالها في الحلمية وهو الاحتفال بمولد النبي وتجد الزينات موجودة والأنوار في الشوارع والشوادر موجودة والمدحين الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين في الشوادر دول قاعدين للنهار يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمدحين ماشيين في الشوارع وممسكين الأعلام ونبسين اللبس الخاص بتاعهم وفي إيديهم الطابل وفي إيديهم الرأق وفي إيديهم السجاة وفي إيديهم كلها والنائي إلى آخره وماشيين من الأطفال يمشوا وراهم وتبقى زيهم ظهرة كبيرة جدا والناس مثلا إيه؟ وتبقى سعيدة جدا أن الناس تخرج من الشبابيك ومن البلك وناك عشان تحييهم لأنهم بيحسوا أن هذا يوم فضيل تفضى بيه سبحانه وتعالى بملاد سيد الخلف وسيد البشر صلى الله عليه وسلم هذا جانب من الاحتفالات والابتهاجات نحن نشفناها في الحلمية في لوقت داليا ما أعتقدش أنها موجودة في الدول العربية أو الدول الإسلامية لانشغال الناس وتغير الفقبات بتاع الشعوب حاليا من الأشياء الثانية التي كانت تعتبر زي ما تقولوا أنها الشيء مقدس اللي هو علبة حلوة المريد اللي فيها الحموسية والسمسمية والجوزية والفولية والبندقية والملبن والملبن كان يبقى سادة أو يبقى مثلا بالبندق أو يبقى بالجوء بالبندق أو بالجوز أو باللوز إلى آخره ويبقى فيها داخل حاجة اسمها علف كمان وفيها غير الدول ويبقى فيها معانهم إيه يعني كل هذه الأشياء بتبقى شيء مقدس طبعاً حاجة دي موجودة دلواتي لكن الفارق الكبير بين أن نكون نحن بنشتري علبة المريد في الوقت ده ودلواتي محد يشتري علبة المريد حلوة المريد إحنا نحن نكون نشتري علبة حلوة المريد نكونها مع بعض القرص بتاع الفولية والسمسمية والجوزية والبندو والبندو نقعد نكأثاره عشان كل واحد فينا ياخد حتة من كل واحدة دلواتي ممكن واحد يشتري العلبة دي ويديها لحد ويمشي ويسيبه بتبقى زي إيه؟ زي علبة بسكوت ما فيهش الروح اللي احنا كنا شايفينها زمان في الوقت ده طبعا أنا ببرجع بالمشاعر دي للوقت ده بالذات لأن دي بتديك قيمة للحياة اللي احنا كنا عايشينها وكيف كانت لها قيمة عالية جدا وقامة عالية جدا في الوقت ده حب الناس لبعضهم طبعا كان في الوقت ده الوالد لما كان يحب يروح يزور بعض أريبه أولاد يعني لهم أولاد إخواته من البنات بالذات لازم يكون معانا علبة حلوة المولدين ونديها لهم عشان نشيء من احترام الوالد بأقربه أو أقريب نحنا طبعا مشاعر دي مشاعر بتيبني جزء من الشخصية بتكون جزء من الشخصية بتاعت الطفل في الوقت ده اللي هو بعد كده بيتذكرها ويبني عليها قيم وأخلاقيات أخرى أشكركم لمشاهدة الفيديو وأتمنى أنتم تشاركوا مع أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة